أهلا بكم عزيزيز المشاهدين مرة أخرى ومع وصول الوساطة العمانية إلى انسداد واضح لمسناه من خلال تصريحات زعيم الميليشي عبد الملك الحوثي والذي قال أنه أعطي الوقت الكافي للوساطة العمانية وأنه يهدد ويلوح أيضا بالخيار العسكري رأينا تحركا ونشاطا بلماسيا جديدا للمبعوث الأممي إلى اليمن ويقوم بالزيارة إلى مصكة تلتقى خلالها بسؤولي العمانيين وأيضا محمد عبد السلام الممثل العوثيين في المفاوضات أيضا زيارة المبعوث الأمريكي إلى الرياض التقى خلالها بسؤولي سعوديين وأيضا برئيس مجلس القيادة الرئاسي هل لدي المبعوثان الأمم والأمريكي مقاربات جديدة لنقول لحلحلة المفاوضات أو التسوية السياسية ربما هي من الأمور العادية والروتين التي لطالما قام بها زيارات ومثلما الذهاب مرة أخرى دون أي تقدم في المصار السياسي عن هذا النشاط الدولماسي الجديد لنبعوثين الأممي والأمريكي نتوقف مع ضيوفنا العزاء ولكن قبل ذلك دعونا نتابع هذا التقرير عودة ملحوظة لتحركات الواسطة الأممية والأمريكية بعد أشهر من تراجع نشاط المبعوث الأممي هانس جروند بيرغ وكذلك المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ إذ كانت قد شهدت تحركاتهما تراجعا لافتا خلال الفترة الماضية التي كانت قد شهدت لقاء ومفاوضات سعودية حوثية مباشرة لعبت فيها الرياض طرفا ووسيطا في الوقت نفسه لكن المعطيات الواردة مؤخرا تشير إلى المباحثات المباشرة بين السعوديين والحوثيين تعثرت وربما فشلت أو دخلت في حالة جمود تعكسها التهديدات الحوثية المتكررة باستئناف الهجمات واستهداف المصالح والاستثمارات السعودية فهل لذلك علاقة بعودة تصدر الواسطة الأممية والأمريكية وبشكل متزامن؟ حيث زار المبعوث الأممي هانس جروند بيرغ أمس الثلاثاء العاصمة العمانية مسقط والتقى مسؤولين عمانيين ورئيس الوفد الحوثي محمد عبد السلام المناقشات مع المسؤولين العمانيين بحسب مكتب المبعوث الأممي على سبل تقديم دعم متضافر للأطراف في اليمن لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة فيما ركزت مناقشاته مع رئيس وفد الحوثيين لبحث الخطوات التالية من أجل الاتفاق على تتابير لتحصين الظروف المعاشية في اليمن وأثناء لقاء مبعوث الأمم المتحدة مع رئيس وفد الحوثي في العاصمة العمانية مسقط أمس الثلاثاء شهدت العاصمة الصعودية الرياضة لقاء جمع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية مع رئيس مجلس القيادة الرئاسية رشاد العليمي ضمن سلسلة تحركات ولقاءات قالت الخارجية الأمريكية إن ليندر كينغ سيعقدها مع الشركاء في الصعودية وعومان واليمن فهل تحمل الحركة الدبلوماسية المتزامنة للأمم المتحدة والأمريكيين جديداً فيما يخص اليمن؟ نعم أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى وانطلاقاً من هذا السؤال هل تحمل هذه التحركات جديداً بشأن اليمن؟ قبل ذلك أرحب بالأستاذ نبيل البكيري كاتب والباحث السياسي وأطرح عليك هذا السؤال هل تجد كمراقب كباحث أن هناك ثمة جديد في هذه الزيارات؟ تحية لك صلى الله عليه وسلم ولمشاهدك الكريم أنا باعتقادي تكرر كثيراً سماع مثل هذه الزيارات المكوكية ووصول أننا في المبعوث رقم أربعة تقريباً في الملف اليمني منذ 2011 حتى الآن ما يتعلق بملف اليمن في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمم يعني ثمان أو تسس سنوات نفس المفردات نفس المصطلحات فقط يتغير اسم المبعوث الأممي بينما تبقى نفس الأقندات ونفس القضايا ونفس النقاش ونفس الإشكاليات ونفس التحديات يعني ما الجديد الذي ممكن أن يطرح فيه سياق الحديث عن حل حل الملف اليمني إذا كانت الميليشيات هي لا تزال الميليشيات ولا تزال صناعة تحسطرة الميليشيات ولا يزال التحالف كما هو ولا تزال الشرعية بضعفها ولا يزال يعني نحن أمام مشهد لم يتغير كثيراً سوى في بعض التفاصيل الداخلية فيما يتعلق لكن نبيل الجديد هو أن لناكولة المساطة العمانية الحوثيون تململوا منها وقالوا اعطيناها وقتاً كبيراً وكأنهم يريدون القول أنهم يعفون العمانيين من الوساطة طبعاً مسألة الحديث على أنهم يعفون العمانيين من الوساطة وأنها أخذت وقتاً طويل هذه أنا بأعتقادي ليست من اختصاص الحوثيين في هذا الحديث أنا بأعتقادي من يحرك هذا الملف فيما يتعلق بمسألة الممسك الحقيقي بقلم الملف المتعلق بجماعة الحوثي هو الإيرانيين فالإيرانيون باعتقاد في هذه المرحلة لديهم قضايا كثيرة من ضمنها مثلا مسألة إعادة العلاقات مع المملكة العربية والسعودية أيضا حالة الممانعة التي في ظاهرها هناك انفتاح وتواصل ولقاء وسعادة للسفراء والسفارات لكن في حقيقة العمر لا يزال الملف جامدا في كثير من القضايا وخاصة في الملف اليمني وبالتالي الحوثيون في هذه المرحلة أيضا لديهم هدف كبير الهدف يتمثل في إنقاذ أنفسهم من حالة الصخط الموجود اليوم من حالة الرفض الشعبي الذي بدأ يعبر عن نفسه بأكثر من حالة التباين في صحف هذه الجماعة بين رافض وبين قابل وبين حالة انشقاقات أو دعني يقول تضارب أقندات وتضارب مراتس قوى وتيارات ومصالح في وسط الجماعة هي تحاول الهروب اليوم من خلال الحديث على أنه طبعا في حقيقة العمر يعني الهدنة الميتة هذه التي تقال عنها هي هدنة كشفت عدم قدرة جماعة الحوثي مع التعاطي السياسي مع كل الأحداث وبالتالي هي جماعة وقدت في الحرب وستستمر في الحرب والحرب بالنسبة للحوثيون هو حزام الأمان بالنسبة لها ولما تراه لبقائها مهيمنة ومسيطرة على المناطق التي تحسيطرتها اليوم أنا باعتقادي حينما يتحدثون عن الوساطة العمانية وتحدثون عن قهود المبعوثين الأمميين بأنها لا تقديل ولا تنفع هم يدركون أنه لا يمكن أن يكون هناك جديد في هذا الملف أو بمعنى آخر أنهم لا يستطيعون أن يقدموا أي تنازلات ما لم يكون هناك ضوء أخضر إيراني وبالتالي هذا بالنسبة للمبعوثين الأمميين أنا باعتقادي أيضا أنهم ليس لديهم جديد كل ما لديهم هو إعادة تدوير نفس المفردات ونفس الخطاب ونفس الأفكار لا جديد يعني ليس هناك شيئا جديدا ممكن أن يطرح ويكون محل نقاش ومحل أخذ ورد بين الأطراف الإقليمية خاصة أن الأطراف اليمني أيضا حتى نكون في الصورة الأطراف اليمنية الداخلية لم تعد قادرة أو لم تعد تمتلك قرارا سياديا مستقلا للنقاش والقلس على طولة الحوار لكن ألا يبدو أن هناك أفكار جديدة مثلا يحملها المبعوث الأممي إلى ماسقاط المبعوث الأمريكي أيضا إلى الرياض تناقش بعض المسائل كلمرتبات وغيرها ألا تتوقع ذلك؟ طبعا قضية المرتبات هي المرتبات هي ليست جديدة وخاصة أنه يعني في القولات كلها نحن نتحدث عن ثلاث أربع قولات مثلا منذ غريفت حتى الآن يعني وكانت مسألة أو بند الرواتب هو من البنود التي تناقش وتم النقاش حولها طويلا لدرجة أنه يصل السفير السعودي إلى صنعه ويلتقي بجماعة الحودي يعني رغم كل هذه التطورات التي كانت مفاجئة لبعض الناس لكنهم يحقق الأمر أنا باعتقادي لا يزال بند الرواتب بند ملغوما وباعتقادي ليست المشكلة يعني الآن من الغباب مكان أن يتحول فكرة الراتب لبنج النقاش الراتب هذا واحد من أعراض الأزمة اليمنية يعني قطاع رواتب اليمني منذ ثمان سنوات الآن هو أعراض للمشكلة الكبيرة المشكلة التي تتمثل بوجود الانقلاب تتمثل بوجود المنشيات فأنت حينما تترك القضية المركزية والقوهرية فيما يتعلق بمصير البلاد ومصير نظامها السياسي ومصير هذه الجماعة التي تسوطر على البلاد وتذهب لتناقش تداعية هذا الملف أنا باعتقادي هو نوع من الاستغباء ونوع من عدم الوصول لا يقال أنها من ضمن المقدمات للحل السياسي مسألة المرتبات هي تهيئة الأجواء وغيرها شوف إذا كان هناك نية حقيقية كانت يفترض أن هذه الهدنة التي الهشة التي شاهدناها خلال فترة الماضية يفترض أنها أنتقت أو أثمرت بعض التقاربات وبعض الحلول أو حلحلت كثير من بعض القضايا فيما يتعلق بمسألة عودة المعتقلين مسألة أيضا المختطفين فتحة طرقات فتحة طرقات فتحة الحصار عن تعز لكن أنا باعتقادي الآن مثلا يعني في نوع من الخلل فيما يتعلق أيضا حتى بمسألة يعني رأينا كيف كان مصير مثلا هدنة سوكهول وما ألت إليه الحدد اليوم لميناء تكاد تكد أنه ثم تخلل في إدارة التفاوض مع الحسين يعني بهذا بضبط يعني بمعنى آخر أنه هذه الجماعة هي تحصل على تنازلات ولكنها لا تقدم تنازلات وهذه العقدة التي دائما تحصل بالضبط نعم شكرا لك نبيل وسأعود إليك دعني أيضا راحب بالأستاذ سالم بن حمد الجهوري معنا وهو الصحفي والباحث في الشؤون الدولية معنا من مسقط أهلا بك أستاذ سلمان أستاذ سالم عفوا حياكم الله أهلا وسهلا بكم وبمتابعيكم وبضيوفكم أيضا في الاستوديو وأنا سعيد أن أكون معكم في هذه اللحظات نعم وأنا أسعد أستاذ سالم كصديق للبرنامج أتمنى أن تكون دائما معنا للتعليق على مسألة الوساطات وأيضا تقد أن هناك تحركات الآن للمبعوث لنقول الأممي في مسقط المبعوث الأمريكي في الرياض مع حديث من قبل حوثيين بدأ متململا من الوساطة العمانية وقال أنها أعطيت الوقت الكافي كيف يمكن مقاربة هذا الأمر هل تعتقد أن هناك ثمت أفكار قديدة ربما لدعم الوساطة العمانية شكرا لكم مرة أخرى أنا أعتقد أنه يعني مستقدات الحديث حول زيارة مبعوث الإدارة الأمريكية والمبعوث الأممي إلى المنطقة هذا ليس جديدا وإنما هو في إطار المهمة الدورية كل ثلاثة أشهر منذ تعيين مبعوث الإدارة الأمريكية في فبراير 2021 يعني قام خلال هذه الفترة التي يعني تزيد عن عامين ونيف بما يقارب من حوالي نتحدث في حدود 11 مهمة إلى المنطقة في نظري أن هذه الزيارة يعني ليست ليست يعلق عليها أن توجد اختراقا في موضوع التسوية في الملف اليمني سواء كان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والجهود التي تبذلها أيضا الأمم المتحدة للوصول إلى حلول توافقية بين أطراف الأزمة ما يحدث هو أن هناك جهد عماني يبذل من أجل أولا استمرار هذه الهدنة ومن خلال هذا الاستمرار الهدف منها رفع مستوى ثقة بين الأطراف في الملف اليمني وخاصة مع الطرف الذي الآن هو أصبح المؤثر بشكل كبير في هذه الأزمة وهو أنصار الله بين قوسين والحوذيين وما حدث منذ أبريل 2022 وحتى اليوم هو تثبيت هذه الهدنة وأنا في نظري الحد الأدنى المطلوب من هذه الخطوة أنها حقنت الكثير من الدماء وقنبت الأطراف المواجهات العسكرية المباشرة الأمر الآخر أنها ساعدت على التقارب أيضا بين بين صنعاء وبين أيضا الرياض وحدث ما حدث من تقدم خطوات سعودية نحو السلام من خلال أيضا التواصل السعودي المباشر كنت سأتي إلى هذه النقطة وربما ربما أنت أيضا تابعت تململ الحوثي ويقول أعطيت المساحة الكافية وبدأ كأنه يلوح بالخيار العسكري كيف تقرأ ذلك يعني التلويح بالخيار العسكري ليس جديدا في جانب أنصار الله وهو ما تابعناه كان دائما يمثل يعني ضغطا نفسيا وإعلاميا على الأطراف الأخرى إذا كان الحوثيون يختارون المواجهات العسكرية هناك يعني لن يجدوا الطرق مفروشة بالورود في الذهاب إلى أبعد مدى في الحدود اليمنية هناك بالتأكيد من سيواجههم في هذه المعارك ومن سيقف أمامهم يعني هذه هذه اللغة التي تتكرر دائما عند كل هدنة ما تبذله يعني سلطنة عمان وما تبذله الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية هو من الحرص على أن يكون هناك سلام في المنطقة وإذا اختاروا هم طريق آخر غير إرادة المجتمع الدولي وإرادة أيضا جيرانهم وأشقاءهم في دول مجلس التعاون هذا له يعني كلام آخر وله أيضا إقراءات أخرى هم اختاروا هذه المعارك قبل ذلك وواجهوا أشقاءهم على الأرض اليمنية وسالة الدماء فما هي النتيجة التي حققوها حققوا أن هناك يمن ممزق يمن متشردم ويمن يعيش أزمة إنسانية قبل كل شيء يعني حرموا أيضا الإنسان اليمني من أبسط المقومات وهي راتبه سواء كان في السلك العسكري أو في السلك المدني وفي نظري هذه اللغة أنا في نظري يعني لا تقدي نفعا في قضية التلويح بالخيار العسكري الخيار العسكري يعني لم يحقق شيء هناك دول لقعت إلى هذا الخيار وبالتالي بعد حروب ثمان سنوات في هذه الأزمة لم تتمكن لم يتمكن أي من الأطراف اليمنية من تحقيق انتصار والتغلب على الطرف الآخر لكن هناك طريقا واحدا وهو الحوار الدبلوما سواء أعتقد أنه مجمل ما تم في نظري أنه مجيد حتى الآن نعم أستاذ سالم أنت كنت معي سأذكر نعم سأذكر نعم بالسهولة التي يعني يتوقعها نعم لا أحد يتوقع أن الخيار العسكري سهلا وقد قربه بالفعل ولم يكن ناجحا لكن أنت كنت معي في آخر اللقاء وكنت متفائلا بأن الوساطة العمار ربما قطعت شوطان كبيرا هناك عقدة الآن من نجلة نظرك ما هي الحجرة لنقول أو الصخرة التي تعيق التقدم فيما صار المفاوضة هذه الصخرة وهذه العقدة التي تتحدث عنها هي يعني يدركها الجميع وتحدث أيضا الزملاء قبل قليل فيها هي عقدة الرواتب العسكريين في الجانب في الجانب الحوثي في جانب أنصار الله المسألة أن الحكومة الشرعية لا تريد أن تكافي من يحاربونها بتقديم رواتب لهم وهذا كلام فيه شيء من المنطق وكذلك أنصار الله الحوثيين يريدون أن يكون الحل شاملا وكاملا من خلال أيضا أن تصل الرواتب ليس فقط للمدنيين وإنما للعسكريين أيضا وهذا أيضا من الحق لإنسان يمني لكن لا يمكن أيضا أن تكافي الحكومة اليمنية من يرفعون السلاح ضدها في جبهات القتال أنا أعتقد أن هذه المسألة الآن هي التي تقف حجر عثرها في هذه المفاوضات لكن المكاسب التي حققت في نظري أنها أيضا كبيرة المفتاح الآن في الحل هو الحوار بين الرياض وبين صنعاء هذا الحوار يجب أن يفضي إلى الخطوات التي تم التوافق عليها وطرحت قبل ذلك في مؤتمر العام بالوساطة الخليجية وهي خارطة الطريق الوحيدة التي يمكن أن تتبعها الأطراف اليمنية من خلال حكومة موقتة بعد ذلك انتخابات برلمانية ثم اختيار بعد ذلك حكومة أيضا تدير هذه أفهم منك نعم أفهم منك أن هناك خارطة الطريق موجودة وهي مدعومة من الأشقاء في عمان وهي مدعومة هي مدعومة من الأشقاء في عمان ومدعومة من دول مجلس التعاون اليوم هذه الأزمة يجب أن تنتهي يجب أن يتوقف الجميع عن أيضا عن التفكير حتى في المواجهات العسكرية بين أبناء البلد الواحد اليمن يتسع للجميع واليمن به من الكفاءات التي يمكن أن تدير هذا البلد خلال المرحلة المقبلة كما تدار بقية البلدان العربية لا يمكن أن يتفتت اليمن من خلال الأزمة كهذه وأن يصبح من ثلاث إلى أربع دول أنا أعتقد بأنه هذا الانقسام سوف يكون يعني على القرار من خلال هذا التفتت لأن هناك أصوات الآن تظهر هنا وهناك الكل يريد أن يستقل الكل يريد هذا الإقليم فأنا أعتقد أن المصلحة ومصلحة اليمنيين كلهم حتى لا نركب يعني بعض الأفكار التي لن تؤدي إلى وحدة اليمن وإلى استقلاله علينا أن نضع مصلحة اليمن قبل المصالح الشخصية وأنا أعتقد أن أنصار الله الحوثيين في نظري أنهم يدركون ذلك وقد يعني لمست هذا في أكثر من مؤتمر حضرته منذ 2017 عفوا وحتى اليوم هناك قناعات ارتفعت في أهمية المصلحة الوطنية بين جميع الأطراف وكان آخرها قبل حقيقة شهور لديهم الرغبة في أن يصلوا جميعا لكن الخطوات لم يتم التوافق عليها وهذا بديه في عملية معقدة وفي مسألة كمسألة الأزمة اليمني نعم إذن وهذا بديه أن يكون الأمور معقدة وأن تكون صعبة كذلك لكن أستسلم ما الذي تتوقعه أيضا تاليا في ظل هذا التعقيد وهذا أيضا التأزيم لمسألة الأزمة السياسية والعسكر أيضا في اليمن الجهود الجهود مستمرة والجهود لن تتوقف ويعني محبي اليمن وأيضا من يقدمون لها النصح سواء على مستوى الحكومة الشرعية وعلى مستوى أيضا أنصار الله أنا أعتقد أننا نحتاج إلى المزيد من الوقت في حلحلة بعض المسائل ودخول المملكة العربية السعودية على الخط من خلال هذا التواصل الآن المباشر مع صنعاء سيساعد على أن توجد هناك منافذ يمكن أن يعني يأتي منها ضوء السلام إلى اليمن والعودة إلى طاولة الحوار العملية ليست يعني كما يفهم البعض بأنها تعثرت وتوقفت وأن هناك تلوح بالمواجهات العسكرية من قبل الحوثيين إنما هناك مشاورات تتم وهناك توافقات أيضا تتم بين سواء كان يعني الوساطة العمانية التي تحاول أن تقدم أيضا أفكار يعني على كل مرحلة مستجدة أو كل مرحلة تواجه فيها صعوبة وأنا أعتقد أن مسألة يعني صرف الرواتب للعسكريين بالإمكان التغلب عليها طالما أن المملكة العربية السعودية أيضا حاضرة في هذا الحديد وحاضرة في هذه المفاوضات وهي حقيقة يعني تقييمها للأزمة والعودة إلى الحوار الدبلوماسي هي من الخطوات التي يعني أنا أنظر لها بأنها خطوة متقدمة جدا في أن نترك السلاح ونذهب إلى الحوار المباشر مع الأشقاء وأن نساعد الأشقاء أيضا من خلال ضمانات ومن خلال أيضا تعهدات ومن خلال أيضا مساعدات في إمكانية توسيع الجانب الإنساني بإصال المساعدات أيضا توسيع رحلات المطار إلى أكثر من محطة إلى محطات متعددة كمرحلة ثانية وهناك مرحلة ثالثة سوف يتم توسيع هذه يعني وجهات السفر لجميع اليمنيين أيضا توسيع أيضا استيعاب ميناء الحديدة للمزيد من السفن سواء كانت التقارية نعاقلت النفط في النهاية نحن نحتاج إلى جهود موحدة نحتاج إلى أن نلتقي على طاولة وتكون لدينا النوايا خالصة لليمن قبل كل شيء ونعود للمرجعيات التي تمت قبل ذلك وهذا أمر مهم يمكن أن نبني عليه مستقبل أجيال اليمن نعم شكرا لك أستاذ سالم بن حمد الجهور الصحفي والباحث في الشؤون الدولية كنت معنا عبر الميت من مسقط نبيل البكيري هل في الفعل تجد أن هناك فرص للوساطة العمانية للتواصل الحوثي السعودي وأن أي تلويح بالخير العسكري هو فقط للعب على الجانب النفسي أولا جميل هذا الطرح المتفائل من قبل الأخ سالم لكن اعتقادي أن الواقع ملغوم بكثير من التعقيدات التي لا تتوقف عند الإشكاليات التي نتحدث عنها من رواب هي نقاط معينة لكن هناك تسوية هناك لنقول تهدئة هل تجد أنها قابلة للتفجر واحدة من الإشكاليات الحقيقية التي يتجاوزها الكثير من الإخوة العراب أو حتى المراقبي المشهد اليمني أنهم لا يدركون قذور الأزمة اليمنية واحدة من الإشكاليات هذه الأزمة والتي تبقى أنا أعتقد ليست مسألة رواتب هي مشكلة جوهر الأزمة اليمنية أنه اليوم هناك جماعة تريد تجاوزت كل ثوابت الإجماع السياسي اليمني أو الاجتماع السياسي اليمني تجاوزت الجمهورية تجاوزت الوحدة تجاوزت لو استمعت العودة للمرجعية المرجعية تتشمل كل ذلك طيب تمام العودة للمرجعية في بخاصلة العملية السياسية العودة للمرجعية لكن حالة الأمور تحتاج أيضا تقديم بعض المسائل النبي للمرتبات شوف هذه المشكلة يعني عطفا على مسألة القوهر الأزمة اليمنية وهي مسألة جماعة عصبوية طائفية تجاوزت على السلطة تجاوزت على السلطة وتريد أن تفرض نمطا معينا ليس النمط بسلاحية فشلت تعبوديا في المذاهب هي تريد أن تفرض نمطا مختلفا حتى في الحكم يعني الآن مثلا عندما يقدمون مثلا عبد الملك الحوثي من هو عبد الملك الحوثي؟ عبد الملك الحوثي بالنسبة لهذه الجماعة هو المرجع الأسمى والأعلى بالنسبة للسياسة ليس فقط مسألة واحد مهرق نعم هذا واضح لكن لنقول هذا النموذج فشل في الجانب العسكري أيضا الشرعية فشلت في الجانب العسكري الكل فشل عسكريا نعم إذا نلتكد أن الخيار العسكري ما يزال مطروح وسيعود الخيار العسكري هو خيار عبثي لكل الأطراف لا شك لن يعود الآن ما احتمالية احتمالية استمرار الخيار العسكري لازال مفتوح لماذا لا يزال مفتوح؟ لأنه على الأرض لا يزال الكل يحشد يعني جماعة الحوثي تحشد وتدرب ولا تكتفي بمسألة تدريب لأن مسألة تشيع المجتمع وتحويل الأطفال إلى ألغام موقوطة لا تتوقف على مسألة أمنيات ورغبات الآن نحن أمام واقع أسود يتم تشكيله ويتم تعبية المجتمع وتقسيمه وتفتيته وإيهانته وعملية تغيير وبالتالي عندما تنظر إلى السياسة السياسة بالأخير هي لغة التفاهمات والتواصلات لكن عندما تنظر إلى ما خلف السياسة تكتشف أن السياسة لا تعكس حقيقة ما يتم على الأرض وفي فكرة إيدولوجية عسكرية وبالتالي اليوم يعني الخلاف مثلا بين كل الجماعات في التاريخ هو بالأخير أي خلاف سياسي تم تقوزه مهما كان معقدا يعني مهما كانت مثلا الخلافات يعني التي أشعلت الحربين العالميتين أولا والثانية بالأخير اقتتل الناس وعادوا على المدى البعيد أنت تستبعد أي خيار أو أي حل سياسي لكن على المدى القريب تجد أن التهديئة السياسية هي مستمرة من خلال هذه الجهود الدولماء سيلان لعمان للمبعوث الأمريكي للمبعوث الأهمية ربما تجد أيضا حتى هذه الجهود لن تكون مقديرة بالنسبة للخيارات السياسية اليوم استمرار التهدية هي رغبة الجميع كل الأطراف مستفيدة منها بما بذلك الحوثي الجميع وهو بالأساس الحوثي الحوثي إذا لم يكن مستفيد من هذه الهدنة ماذا ما استمر فيها ولا فكرها ثاني يوم لكن المشكلة أنه هو المستفيد الأكبر اليوم مستفيد الأكبر بأنه كثير من القضايا يعني اليوم يناقشك على مسألة صرف رواتب للميليشيات التي تقاتل التي سقطت البلاد يعني هذه قمة الاستفادة وقمة الفائدة والمصلحة بالنسبة لهم لكن بالنسبة إذن بالتالي بالنسبة لما يتعلق بعدم احتمالية وجود خيار عسكري أنا باعتقادي هذه النقطة ضعيفة جدا لأنه لا تزال لا شيء جديد بمعنى آخر أنه كل محصلة العملية السياسية السابقة اليوم لا تفضي إلى سلام حقيقي وجدي ولا توجد رغبة حقيقية والقانب الأكبر والأخطر اليوم أنه المسألة اليمنية لم تعود مسألة يمنية أنها مسألة إقليمية ماذا يريد الإقليم؟ استمرار الأزمة والاستمرار أن يظل الإيرانيون المسيطرين على الجماعة الحوثي ويستخدمونها كورقة في المساومة والصراع مع المملكة العربية السعودية وسعودية أيضا قد يكون من مصلحتها استمرار إطارة أمد الأزمة إذن الذي تتوقع عدم عودة إلى تفجير الوضع عسكريا لكن يبقى الأمر على ما هي عليه وهو الأرجع هذا الاحتمال وارد لكن كما قلت لك أنه الاحتمال العسكري الاحتمال العسكري لا يزال وارد أكثر أيضا يعني هو نفسه قد يفرض نفسه فإله بالتأكيد نحن لم نصل إلى مصفوفة حقيقية للتفاهم يعني لا تزال هذه المفردات اليوم من ثمان إلى سبع إلى ست سنوات نفس المفردات التي من نقاش حولها ولا يتم حسم في أي شيء وبالتالي ما القديد يعني يعني اليوم نحن مجلفين إلى سنة تاسعة من الحرب لكن لا يعني لا توجد قواعد مشتركة تم صياغتها للوصول إلى حل التفاهم لبناء عليها لحل السياسي نهاينا شكرا لك أستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث على وجودك معنا هذا المساء كما أشكر أيضا أعزاء المشاهدين الأستسالم بن حمد الجهوري الصحفي والباحث في الشؤون الدولية كان معنا أيضا من مسقط وأشكركم بطبيعة الحال وألقاكم في حلقة أخرى من حديث المساء وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر